موسيقى صلاح الدين الأيوبي حاول يلغي كل العادات اللي رسختها الدولة الفاطمية لكنه للأسف فشل تماما بدليل انه في طبق عشورة في التلاج عندهم يمستنياني اخلص الحلقة واروح اكله العادات بالذات في الاكل مستمر هناك من يمدحها وهناك من يحرمها لكن شئنا مقبينة هي فيها نوع من التذكرة القوية للمناسبات وتطفي عليها شيء من الفرحة بهذه المناسبات أما مناسبة يوم عشورة فهو اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى نجى فيه سيدنا موسى عليه السلام وقومه من بطش فرعون وكان اليهود بيصوموا اليوم ده فقال رسول عليه افضل الصلاة والسلام نحن حق بموسى منهم وصام هذا اليوم السؤال بقى هل هو سنة مؤكدة ولا لا بعض الناس ساعات يصوموا تسعاء وعشرات وعشراء هل سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام صام اليومين دول سوابهم ايه هل انا يعني في بعض الناس تقولك ايه لا يعني انت فقدت سواب عظيم وبيسموا ده اسم ساعات يقولك لا انت بتفقد سواب عظيم وممكن تاخد اسم لو انت فرطت في سونة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام فعايزين نسأل عن الموضوع ده فضلت الشيخ اشرف الفيل اهلا بحضرت هل هي قصة حقيقية فعلا قصة انه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اليهود بيصوموا عشراء فقال احنا اولا نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجمعين وبعد في قصة عشراء قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة الى المدينة قمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام يوم عشراء فكان صيام يوم عشراء فرضا يعني هذا مفروض لا على الناس جميع من المسلمين ان يصومونهم ثم بعد ذلك لما هجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة الى المدينة وكان قد فرد رمضان واصبح صيام عشراء هذه من السنة فرأى اليهود تصوم يوم عشراء فسألهم عن سبب الصيام معنا هذا اليوم أنتوا ليه بتصوموا قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى فقال نحن أحق بموسى منكم وصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه على سبيل النافلة وليس على سبيل الفرد إنما كانت على سبيل الفرد قبل ما جاء شهر رمضان فلما جاء شهر رمضان نادى في الناس أن عشراء من أراد أن يصوم فليصوم ومن لم يرد أن يصوم فلا يصوم ثم بعد ذلك صام شهر رمضان صوم يوم عشراء وهو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأهم متحرجين رأى المسلمين متحرجين من صيام عشراء مع اليهود فصاروا يصومون مع اليهود في نفس اليوم في نفس اليوم الواحد فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم فقال لأن شئت إلى قابل لأن عشت إلى قابل لو عشت للسنة اللي جاية لأصومنا التاسع عشان يختلف عنهم بيبقى صام التاسع والعاشر إذ أن العاشر هو الأصل والتاسع هو الفرع عليه والاثنين سنة النبع صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قبضة ولم يصم التاسع كان بعدها حجة الوداع وبعدها حجة الوداع توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصم يوم التاسع منذ الحجة وإنما صام يوم العاشر فقط وعلى هذا فريق من العلماء على أن الصيام اختلف وبقى في مسألة لأصمان التاسع فبعضهم يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصومن التاسع على أنه بدلا من عشراء وبعضهم يرى لأصومن التاسع مع عشراء لحتى المخالفة وكذا أمرين اجتهاد من العلماء في فهم المسألة لكن هما ما تنفذوش بالفعل لم يتنفذوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم إلا عشراء وعلى هذا فالأصل صيام يوم عشراء ففي رواية أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده فيمكن أن يصوم التاسع والعشر أو العاشر والحد عشر يعني هو مش شرع هل يجوز لنا أننا نقول أنه شرع صيام السنن أو شرع الصلاة والسلام هو النبي عليه الصلاة والسلام والذي يشرع فهل هو شرع في آخر سنة قبل وفاة رسوله عليه الصلاة والسلام على طول لا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لكن هو قبل وفاة النبي بسنة قال لأن عيشته إلى قابل إلى السنة اللي جاية يعني لأصومن التاسع يعني التاسع مع العاشر لكنه قال التاسع فقط فاهم بعضهم لأصومان التاسع بدلا من العشر وفاهم بعضهم لأصومان التاسع مع العاشر اللي فاهمه لأصومان التاسع مع العاشر كان رأيهم أفضل وأقوى بدليل أن النبي على السلام قال فليصوم يوما قبله أو يوما بعده لكن النبي حدد أنه هيختار اللي قبل مش هيحتاج مش هيختار اللي بعد هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصيوم يوم عشر هذا يوم مجد الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون فكان بالنسبة للهود ده يوم فرح أن ربنا أغرق الطاغية الذي كان يعذبه ويعذب بني إسرائيل وكان يعمل فيه كلام ده كله فأغرقه الله سبحانه وتعالى فكان يوم فرح فكانوا يصومون هذا اليوم الذي هو يوم عشرة